أكيد مستمتع بالبطولة يورو 20-20 عايز أعرف رأيك عمتى أن أنت شفت البطولة الغاية دلوقتي إزاي ورأيك إيه في الأحداث السريعة اللي كانت موجودة في البطولة على مستوى التكتيكي على مستوى الفرق على مستوى كمان زي مع حضراتك تيمكن والعالم كله تابع طبعا إصابة اللعب كريستيان إيريكسن لعب الدنمارك شفت ده جاءت إزاي يا دكتور بص وفي البطولة ليها كذا وجه الحقيقة كلهم أوجه جميلة جدا عشان كده يمكن قبل البطولة مباشرة كلمت هل نتعلم من اليورو بمعنى إيه كان المقال ده أن إحنا في مشجع بيتفرج على البطولة وبيستمتع بيها بس مش مطلوب منه أنه يعمل حاجة تانية لكن في مسؤول بيتفرج لازم ينفذ ده عنده أقل القليل بالنسبة لأي جهة ما عندهاش النظم اللي بنشوفها في اليورو أنها تقلد يعني تقلد الحاجة الكويسة أقلدها ما هو أنت يتبتكر يتقلد إحنا لسه ما وصلناش لمرحلة الابتكار يبقى على أقل نقلد نشوف الحاجات الكويسة فكان من الحاجات الإيجابية جدا المستوى الفني الجيد جدا من الجولة الأولى يعني دايما الجولة الأولى بتبقى جس نبض كده وخصوصا بعد ارتفاع عدد فرق النهائيات للمرة التانية على التوالي بعد 2016 إلى 24 منتخب فطبعا المفترض أن 24 منتخب بيبقى برضو بعض المنتخبات مستويات قليلة شوية لكن الحقيقة أن احنا شفنا جولة أولى اللي هي كل أما خلصت الفرق الجولة الأولى حتى من الوقت بناها في الجولة التانية كان جولة سخية جدا بالنواحة الفنية فيها 29 هدف في 12 مباراة يعني تقريبا 2.5 هدف في المباراة دي جانب كان إيجابي جدا اللي هو التهديف العالي المستوى الفني الطيب الحاجة التالتة بقى ودي مهمة جدا ما شهدناه من التعامل مع قضية تكريستان إيركسون حقيقة يعني هذه القضية لازم ندرسها بدقة جدا من حيثه التعامل السريع مع الحدث إزاي اللي عيبة جرت على اللاعب حكى موقف الموراة بعد أربع ثواني عدناهم بالضبط أربع ثواني شوف سرعة شوف على طول زميله أما جري عليه وعلى طول عمله تنفذ صناعي كده لثواني لغاية ما الجهاز الطب يجيه بعدها بثواني احنا منتكلم الفروقات كلها ثواني أربع ثواني الحاجة بيوقف خمس ثواني سيمون كاير زميل إيركسون بيروق رايح بعمله تنفذ صناعي بعدها بحوالي 15 ثانية الجهاز الطب يوصل بعدها بحوالي دقيقة كانت الأجهزة الديفايبريتورز والأجهزة الإنعاش القلب والرئة موجودة في الملعب ثم بقى التصرف النموذجي لزملاء اللعب والفريق المنافس وطاقم التحكيم والجماهير كل الناس كانت متعطفة تعطف جميعهم مخرج المباراة كمان يا دكتور احنا زي ما بقول ويمكن قلت اللقطة ده احنا في عالم السوشيال ميديا وعالم الترند زي ما بيقولوا لكن المخرج كان قاصد انه ما يعدش حتى لقطة سقوط اللعب وده شيء يحترم شيء إنساني أكتر من رائع تمام بالزبط كده انت عارف اننا حاولت اننا عايزة أشوفها تاني ما تعددش تاني ما تعددش وعدين السياج اللي عمله زملاء اللعب على حواليه حقيقة شكله جميل جدا هذا احترام للإنسانية يعني احنا لو عندنا انه واحد جري صور من الجنب من هنا لقى صغرة كده صغيرة نام على الأرض وصور يعني انت بتخترق خصوصيات وحاجات مش المفترض أنها تظهر على الشاشة فده كان حاجة إيجابية جدا أنا شايف أنها كانت من ضمن الحاجات الإيجابية جدا الموقف بشكل عام على فكرة عايز أقولك الحاجة وجود الأجهزة داخل الملعب أجهزة حديثة جدا طبعا في إنعاش القلب والرئة أنقذت حياة لعب من يعلم لو دي موجودة مثلا في وقعة محمد عبدالرابكا ممكن يبقى أي يعني فدي جزء مهمة ده اللي عايزين نتعلم منه يا دكتور وإحنا بنتفرج أنها استمتع بالكورة ومنافسات كله جميل لكن اللقطات اللي قدامها حضراتك وقدام حضرتك دي بتدل على كمان مزيج ما بين الاحترافية المتكاملة وما بين الاحترام الإنسانية بمعنى أصح دي لقطات أثرت في العالم كله ياريت نتعلم منها وكمان عايز أقول لحضرتك حاجة ده المباراة كمان استكملت يعني الجماهير فضلت من نداء من المنظمين لا الجماهير بتقعد مترقبة الأجواء وكمان عودة المباراة يمكن بعد ساعتين ده حاجة حاجة يعني فوق الخيال يعني أنا عايز أقولك برضو دارس في كيفية اتخاذ القرار طبعا إن حصل سقوط لعب الموقف ما تقدرش تتصرف فيه في الحال على طول الاتحاد الأربي قد إدى رسالة أو قد إدى معلش الجمهور من فضلكو خليكوا في الملعب حدش ينفعل وعند قالوا في المايكروفون الداخلي إن حالة كريستان إيركسون نوفاء وفعلا كان توقف القلب تماما لو لا الأجهزة دي كان توقف القلب وكان زمان ووقتي انتهى لكن طبعا دي جزء مهم جدا